مشهد الثالث بقى والمهم وهو ما أسير عن البطل المصري العالمي بيجرامي عارفين انتو بيجرامي اللي حقق لقب مستر أولمبيا العشرين عشرين بطل عالم في كمال أكسان لهم اللي فاتت أو يمكن الاربعة عشرين ساعة اللي فاتوا دار حوار صعب جدا حوالين انه اتقال انه بيجرامي طلبوه عشان يطلع في برنامج من البرامج ايا كان هذا البرنامج فالرجل طلب انه يتقاضى خمسمائة الف جنيه في الظهور ياخد نصف مليون جنيه في الظهور ناس كتير هجمت وناس كتير اعترضت وناس كتير قالت يعني لأ وده كتير ووى الى اخره انا عايز اقول لحضراتكم بس شوية معلومات واقول لحضراتكم يعني رأي ونفكر فيه مع بعض يعني انا بتكلم بعبر عن رأي ممكن رأي ده يعجبك او ما يعجبكش تتفق معاه تختلف معاه بس خلينا نتناقش فيه الحكاية اولا اللي زي بيجرامي ده جماعة مش فرض ده مؤسسة يعني اذا صح ان في حد تكلم تكلم وقال له تعلم عنه في برنامج فهو قال انه لا عايز نصف مليون ده لم يحدث على الاطلاق لانه لو في حد تكلم هيتكلم مع الشركة اللي بترعاه لانه ده راجل نجم عالمي مش نجم عالمي بس يعني ده ده واحد في الكون اللقب اللي خده ده خده واحد في هذا الكون وحظنا ونصبنا انه مصر فاللي تكلم اتكلم مع الشركة الشركة دي الرعية اللي هي بالنسبة لها رامي نجم ومصدر دخل بالمناسبة وعايز اقول لحضراتكم على حاجة بيجرامي ده لو موجود مثلا في الولايات المتحدة وخد اللقب كان على الاقل خلال ايام اللي فاتت دي مثلا عمله 100 مليون دولار ولا حاجة اعلانات واستضافات وحد يعمل خط انتاج بقت شرطات مش عارف ايه وحاجات كبات محطوطة عليها الناس بتستثمر بتشتغل فاذا هو فيه شركة رعية هي اللي بتقول وهي اللي بتتفق وهي اللي بتعم من خلال مصادرنا في المقربين من بيجرامي لو هو راجل مش بتاع نفسه مش ملك نفسه يعني هو ايه مش كل واحد مثلا يكلمه في برنامج يقول له عاوزينك في مداخله والنبي فيدخل او تعالى اطلع معنا في برنامج فييجي المسائل مش كده واعنا محتاجين كاعلام وكناس كشعب في مصر نعرف شوية حقائق لانه الامور اجماعة مش ماشي كده مش ماشي بالبركة فقال هو قال والله لما قالوله انه فيه جدل على السوشيال ميديا ان انت طلبت نصف مليون جنيه عشان تطلع قال لهم لا انا مفروض اطلع ب2 مليون جنيه مش بنصف مليون جنيه فدي معلومة او بيجرامي لما سمع هذا الجدل فقال والله لا اطلع ب2 مليون ليه اطلع ب500 ألف فقط طب ايه الحكاية عشان الناس بس تبقى فاهمها اول حاجة انه بيجرامي ده يطلب زي ما يطلب يعني يطلب الرقم اللي هو عايزه والقنوات اللي بتتكلم معاه تستضيفه او ما تستضيفه او ما تستضيفه او ما تدفعه او ده حاجة بتاعتها هاي لكن هو الراجل من حقه انه هو يطلب اللي شايفه انه يستحقه او الشركة شايفة انه هو يستحقه لانه انا مش اخبه على حضراتكم الاعلام ده يا جماعة صناعة بيزنس يعني يعني الاعلام اه فيه جزء كبير رسالة وانه لازم يعبر عن احتياجات الناس وعن مشاكل الناس ويبقى صوت الناس لكن الاعلام ده صناعة بيزنس التكلفة الاستوديو اللي احنا عاديين فيه ده والكاميرات والاضاءة والناس اللي في الكنترول والناس اللي برا والناس اللي جوه دي تكلفة كبيرة جدا فلو الاعلام ما قدرش يدخل فلوس مش هيبقى فيه حاجة اسمها اعلام لانه الناس معتقدة انه يعني الاعلام ده بيمول كده ايه بتيجي فلوس بالسماء اه طب كل فلوس تيجي بالسماء بس يعني ما فيش فلوس كده بتتدفع ببلاش فيه لازم يبقى فيه حاجة مقابل اللي انت هتقدمه فالبرنامج اللي هيستضيف نجم كبير زي رامي هيسوى وهيكسب فلوس وهو الاخر فيه ناس يقولك لا محس البرامج مش هتكسب كده بتاعة دي مشكلتها وعايز اقول لحضراتكم على حاجة فيه برامج في مصر شهيرة الناس بيطلعوا فيها بمبالغ كبيرة يعني النص مليون ده انا اعتقد انه في نجوم نجوم في مصر طلعوا في برامج منوعات خدوا ما يقرب من النص مليون جنيه برامج بتعمل في رمضان وتلاقي نسمع انه مش عارف النجمة الفلانية واخده 70 الف دولار فتضربوا بقى 70 الف دولار في كام فيطلع مش عارف ايه لا اللي واخده 50 الف دولار ناس بتاخد وهنا الناس يقولك ايه ما ينفعش تقوله الكلام ده لانه الناس في شارع هتزعل ازاي يا جماعة دي صناعة صناعة بمعنى انه اذا كانش النجم ده مطلوب وفيه ناس هتدفع الفلوس دي ولانهم ما هيكسبه بين وراه فدي صناعة ماشية مش مسألة بقى محدش يجي يقولك يعني النجم الفلاني ده يطلع يقعد نص ساعة في برنامج ياخد نص مليون جنيه وفلان مرتب وكذا في الشاه ما بتتأس كده وما ينفعش تتأس كده ليه بقى لانه اللي خد نص مليون ده في البرنامج البرنامج هيكسب من وراه وهو الراجل تعب في حياته واشتغل وعمل فيستحق هذا المقارنة صعبة ولذلك مثلا الحوار حوالين بيجرامي وانه ياخد ولا ما ياخدش وناس تأيد وناس تعارض يا جماعة لا سيبكم الحكاية دي لانه المسألة خضعة هنا للعرض والطلب خضعة لصناعة الاعلام الجزء اللي الناس بقى ايه ما بتاخدش بالها منه ومش عارفاه لانه يعني صديقنا السيد اكرم السيد دايما مشترك انا معاه في جملة كده وكل ما اقولها في حتة اقولك دي الجملة بتاعتي انه الاعلام لا يمول من اموال الزكاة يعني لا يمول من اموال الزكاة فانا عايز اقول حاجة انه عندنا نجم علامي لا بد ان نتعامل معه بهذا المنطق انه نجم علامي خلينا نكبر ناسنا ونكبر ولادنا لانه في بعض الناس قالك ايه لا او هو هاني عامل كده ليه ويطلع ويتكلم ورسالة للشباب ايه ماشي الحاجة عايز اقولكو على حاجة هو بيجرامي عمل رسالته للشباب بانجازه يعني ان الراجل اشتغل واشتغل كواس جدا وفاز دي رسالة للشباب فانا هيطلع يتكلم ويقول لكن دي صناعة الناس لازم تبقى واخدى بالها منه فانا هكم شمعاني عمل龄 بطرورك